بنمشي على طول عندنا في المطبخ بمشيهم بصراحة بغلس عليهم بطريقتي بنبتدي بسلطة وبعدين بناكل أبيتايزرز وبعدين ناكل المينكورس والله ما هو مبسوطة هلاحظينا النهاردة عاملة صلطة لذيذة قوي هي مش إيطاليا الصراحة بس صلطة لذيذة ومختلفة وجديدة جدا جدا صلطة كده فراخ بأفوكادو بدورة بس الحلوة فيها بجد الدرسنج تالها خطير هتكلم عن الدرسنج الأول لأنه أهم حاجة في القصة أنا دربت في البروكادو وبينت باتر وسيا سوس شوية لمون شوية طوم طلعوا طعمهم خرافة بنتخفف بس بشوية ماء عشان الأفوكادو بيبقى ثيك قوي كريمي نتحطت بقى على المكونات اللي أنتو عايزين أنا حطيت فراخ وشاري توميتوز وخص ودرة وشوية كسبارة خضرة طلعت صلطة لذيذة قوي بجد لازم تجربوها الدرسنج فضيع صحي جدا ووجود الدهون الصحية اللي هي زي اللي في الزيت الزيتون اللي في الأفوكادو اللي هي الأوميجا 9 الدهون بس مش باعة جدا فما ناكل طبق صلط إذا في فراخ في نشويات من الضرة وفي دهون صحية بيشبع جدا 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 ممكن تبقى وجبة كاملة من غير أي حاجة فينت باتر مع السوية صاصم الدين كده تحفة خلينا نبتدي بيها ندقها الأول يلا بينا بس هو زيت الزيتون أصله عبقري خليت صلط عليها فول سوداني النهار زبدة فول سوداني زبدة فول سوداني وشوية صويا صوص وشوية صويا صوص مديها طعم طحفة وشوية طوم وشوية كلمة اختراع كده تقول لنا إيه رأيك فيه بس إنت إيه أكاراتك المفضلة طيب أولي بتحبت تتبخ اسمحوا لي رانو أحمد بتدير أستاذني حمد؟ طبعا لا لا الزيتان تضيف لا حبتك دفنوا النهار انا رايي ديه طبعا انا رايي ديه طبعا انا رايي لو تنضيقوا ايوة لا طبعا أنا مش حاجة إلى لما نبدأ الماء متفدش على العطشان ده حسيت إن أنا عيني فيها السلد صحيح كمان فيها أفوكادو متقطع يعني غير اللي إحنا حطينه في قلت لي بقى إيه كلاتك المفضلة أول اللي إنت بتحب إيه لا الماء متفدش على العطشان طبعا طبعا بتحب تطبخها إيه هي الأكلات دي؟ لا أنا أنا بحب كل حاجة معادة حاجات كثيرة اه معادة؟ اولا يعني أولا ما حبش الفاتس بتاعت اللحوم اه ايوة صحيح وهي على فكرة مضرة صحيح جدا اه بجد؟ جد وما حبش اللحمة الضاني اه لا أنا بحبش اللحوم من جنر فدي مشكلة تالية واللحوم دي أكلها يعني دلع كده يعني لكن ما يجش من الأكل الأساسي قوت كلها في شكل أحمر مفرومة مثلا يعني وأنتم تبطل السلد أنا الفيتزا الرهي عايزة أشرحها بسرعة إحنا عاملين حاجة لا لا، رأيكم في السالد الأول حلوة؟ أنا النهاردة في اختبار صعبة أستاذ محمد لأن اللي بيطبخ كويس بيبقى زواق جدا الكسبرة بديها طعم فضيع جاي من بعيد كده أنا مش حطة فعلا كتير حضرتك فعلا بتطبخ كويس لأن أنا فعلا مش حطة كمية كبيرة أنا حطة تنش كده تدي أضبك طعم إيه رأيكم؟ الدرسين غريب قوي، قلت لست أقول لك الدرسينج إيه لأنه الدرسينج غريب الدرسينج تاري، أفوكادو، طوم، صويا صاص، لمون وشوية زيت زتون صغيرين للي عايز أنا محطتش حطيت مية وبس كده طب زيت زتون إيه يعني قوي يعني إحنا ممكن نعملها أكتر تبقى سيلة بزيت الزتون أنا عندي زيت الزتون نوع زيت زتون البكر المفروض اللي هو اللي بالشوايب بتاعك بس ده بيبقى أفيد مش مكرر قوي قوي فبيبقى طبيعي أكتر طبعاً لا أستاذ محمد خطيرة بجد؟ آه، نستطيع أقول أفوكادو، لمون، طوم، صويا صاص وأهم حاجة معلقة بينت باتر مش باينة قوي مدية كده برضو طعم من بعيد مودية لصاص في حتة تانية خالص ممكن نحطها على أي مكونات حطيت أفوكادو، شوري طوميتو، صدورة، كابوتشي، وشوية كصبرة خضرة كده قدي الطعم حلو قوي البيتزا رولز بقى مش كانلوني أنا عاملة بجيب تورتيا بوني صحية وعملتها هاي بروتين لأن رانا وأحمد بيتمرنوا فتملي بنعمل حاجات هاي بروتين بيحب يأكلوها بعد التمرين فجبت فراخ شويتها زي الشاورمة حطيت معاها سوس أو اللي هو سالسة البيتزا حطيت معاها زبادي يوناني عشان أزود الانتيج بتاع البروتين وحطيت عليها شوية جبنة موزارلة تسيح معاها وعملت لها رول، مساحتها بحبة زيت زاتون رشيت عليه جزا شوية توم فاودر وطواب الإيطالية بقت بيتزا رول، دهون أقل وبروتين أقل هي بقى الطواب الإيطالية؟ هي بتتبع جاهزة طواب الإيطالية بطاوريجن وزعتر وحلية كده بتتبع جاهزة مصري بتتبع، من العطار بتتبع وفي السوبر ماركت باكتات صغيرة كده مصري وموجودة في كل حط فندوقها هو أي حاجة هتلاقيها إيطالية هي ميديترينية بحر أبيض متوسط هتلاقيها موجودة في الـ لا بس كمان أنا باعشة التوميتو الشيري دي الشيري توميتو دي لأن كمان أحلى حاجة فيها أما بتتحطي السليمة فهو أنت بتكليها أول عضة فيها تنفجر في المؤمن ترتيب حدوطة